قامت القوات المسلحة بتوزيع سلسة ألاف بطنية والحاف وأربعة ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بقرى ومدن محافظة شمل سيناء كما تمت زراعة خمسين ألف شتلة زيتون رمزية لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتظل رية الوطن عالية خفاقة أكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي بأن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخل جهدا للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة ألحاء سيناء في مختلف المجالات وتقديم الدعم المستمر لأبناء سيناء الشرفاء من جانبهم عبر المواطنون عن فرحتهم العرمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة في شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء مؤكدين على العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم لتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها